حبة واحدة بس من حبة الانقاذ السريع اللي معي دوت هتنسف معاك بكل الدول العندة المتراكمة اللي بقالها سنين وجربت كل حاجة عملت تمارين عملت وصفات كتير وما فيش فايدة برضو جرب معي الوصفة ديت وان شاء الله هتنسف معاك كل الدول في اقل وقت. مش عايز اقولك ان خلال اسبع واحد بس ممكن تنزلي من تمانية كيلو لعشرة كيلو بازن الله هتجربيها وتكتبيلي في الكومنتات. عايزين تعرف الوصفة عملناها ازاي? ربطوا لايك للفيديو ويلا بنا نشوف الوصفة هنعملها ازاي? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي ايوك عاملين ايه? اتمنى يا رب تكونوا بخيروا في افضل حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة من الافضل واحسن الوصفات. وصفتنا النهاردة وصفة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت كمان هتبقى وصفة الانقاذ السريع. الناس اللي ايه حاب? تنزل وزنها بسرعة عندها مناسبة عندها اي حاجة ان شاء الله وعايز ان هي تنزل وزنها بسرعة. ده بازن الله هتنزل معاك الوزن بطريقة سريعة جدا. وصفتنا النهاردة زي من شايتين كده هتبقى يعتبر آآ هتنزل كل السموم اللي في جسمنا هتنزل كل الدهون. هتخلي جسمك ما شاء الله بحرق دايما تستمرار حتى لو كان جسمك حرق بطيء ما بحرقش فيه لقدر الله غد فيه اي حاجة. دي هتزود معدل حرق عندك. هتسرع معدل حرق بطريقة كويسة جدا. وبطريقة منتزمة. طبعا فيه بناك كتير وفيه ناس كتير جربوا وصفات كتير. ان شاء الله يا جماعة الوصفة ديت هتخلي جسمك كده يعني متناصق. هتخلي جسمك آآ نحيف. هتخلي بطنك مسطحة. ما فيش دهون. ما فيش اي حاجة برزة. ما فيش جوانب. ما فيش ترهولات. كل الحاجات ديت ان شاء الله مجرد ان احنا هنعمل الوصفة ديت. اول اسبوع هتلاقي فيه فرق كبير جدا جدا بالمعاجل. خمس حبات من المكون اللي احنا ان شاء الله هنعملو مع بعض دوت على خمس ايام وان شاء الله هتشوف نتيجة سريعة جدا جدا. وبازن الله تدعو لي وكتبو لي في الكومنتات. وتقول لي فعلا الوصفة جابت معنا نتيجة كويسة جدا. كمان هتحسسنا بالشبع لان ان شاء الله الوصفة تعيجنا هتبقى فاقى الياف. هتخليك صايمة عن الاكل. لو انت عندك شراعة على الاكل او نفسك دايما مفتوحة وعايزة تاكل كتير. لأ. دي هتسد معاك الشاهية. هتزود معاك معدل حرق. آآ فيها الياف كتير. وطبعا احنا جماعة عارفين دايما ان الالياف دايما بتحسسنا بالشبع. تمام? طيب تعالوا بقى بسم الله رحمة 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 ونحط لايقات كتير للفيديو. ازاك تشجعون لبنات بلايقات كتير. وعايزكم كمان تشايروا الفيديو. علشان يوصل لأكبر عدد من الناس. ما ابدأ اياه كده زي ما انت شايفين معايا في الوصفة بتاعت النهاردة. ده يا جماعة خمس حبات من التوم. تمام? ما حاجش تستورى باللون بقى ويقول طب هو شوف له عامل لك كده. التوم ده يا جماعة ده طبعا مقلية. تمام? بس هو طبعا مش مقلة الزيت. لأ هو دوبة مقلة زي تشويحة بسيطة كده. في كمية او نقطة زيت بسيطة جدا. علشان طبعا انا مش عايزة ان انا جيب زيت كتير واعدة اللي فيه اكني بقى لبطاطس او بقى لأ اي حاجة تانية لأ. هي مقطة واحدة بس بالزبط بنحطها في المقلية بتاعتنا وبنشوحها تشويح بسيط كده لغاية ما نوصل مع بعض للدرجة اللي انت شايفينها دي. طبعا نستخدمها ازاي? طبعا كلاتنا عارفين ان التوم يعتبر مضاد حي ومضاد السنون كويس جدا جدا. بيزود معنا عاملية الحر طريقة فزيعة. طيب. تعالوا بقى كده نحطه على جنب. ونشوف المكون اللي بعد كده. طبعا يا جماعة انا معاي خيار. طبعا كلاتنا عارفين ان الخيار له سحر كويس جدا ولو سحر رهيف جدا في نزول الوزن. لان الخيار فيه الياف كتير بيسد معك الشاهية. دايما بيحاسسنا بالشبه خلاف كده وكده كمان ان هو له فوايد تانية كتير لبشرتنا والشعرنا وكل حاجة. تمام? ده كده انا هود الخيارة بتاعتي زي ما انت شايفين بالشكل ده كده. لطوبك هنستخدق مكلمية ديها النص التاني هنستخدم ان شاء الله في مرة تانية. تمام? ده كده انا معي الموضي الاول. تمام? وهناخد كل يوم يا جماعة ان شاء الله هناخد فص واحد زي ما انت شايفين بالشكل ده كده. اهو. وهنحطه على الخيار. طب دلوقتي برضو هنعمل ايه? هنا يقوم. كوباية من المياه. وهنحطه في الموجة بتاعنا. ده طبعا انا هتطص الطمع يا جماعة على الخيارات بتاعتي. طيب. في الوقت هنعمل ايه? هننزل بهم كده على خلط. اهو. بالشكل ده كده. هنفروم كويس جدا ونرجع لك تبه. ده كده يا جماعة الخبار بتاعتي. خلط زي ما انت شايفين بالشكل ده كده. اهو. طب دلوقتي بقى هنعمل ايه في المكون تاني معي? علشان كده بقولك طبعا معا الوصفة الاخر. عشان ان شاء الله في المكون تاني هنفضل. اللي هو طبعا زي ما انتم شايفين اللمونة. همام? هناخد نص اللمونة داية. نشيل بس البزري منك ده هون. وهنعصر نص اللمونة على الكوباية بتاعتي. بالشكل الى كده. وهنبدأ ان اقلب زي ما انتم شايفين معايا بالشكل ده كده. بالشكل ده كده يا جماعة الكوباية اصبحت جازة معايا زي ما انتم شايفين متكونات زيالة وبسيطة جدا. وفي نفس الوقت ان شاء الله هتنزل معاك كل دهون العندة. المطرق اللي بقى لها سنين. وان شاء الله هتنسف معاك كل دهون العندة. تمام? يبقى فصل واحد بس يا جماعة من الحبوب. العجيبة اللي انتم شايفينها ديت. ده ان شاء الله هناخد على مدار خمس ايام. خمس حبات هناخدهم على مدار خمس ايام. كل يوم هنعمل كوباية زي ديت. وعليها حبة زي ديت. يبقى انا كده يا جماعة الكوباية جازت معايا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. اما الباقي اللي انتم شايفينه معايا ده وضعها عطف التلاجة. كل يوم هعمل كوباية زي ديت وهاشربها وهاخد منه حباية زي ما انتم شايفين كده من حبوب التوب. اهو? طيب هناخد الكوباية بتاعتني امتها كل يوم على الرئة كده ان شاء الله هناخد كوباية زي ديت. صدقوني لو انتم جربتوها فعلا اول اسبوع هتنسف معاك الدوم بطريقة كويسة جدا وهيبان معاك الفرق من اول اسبوع. اتنزل معاك بكلوهات كتير جدا من الوزن. تمام? يعني ان شاء الله كده على الرئة هناخد الكوباية ديت كل يوم لمدة اسبوع. هنستمر على المدة اسبوع وشوف الفرق وان شاء الله هتدعي له وزي ما قلتلي فهتكتبوه له في الكومنتات بازن الله ان هي جابت معاك نتيجة كويسة جدا. في مرحوظة بس يا بنات الناس اللي بتتعاشى هتحاول بس ان هي تقالي الاكلها في وقت يعني ايه? في وجبة العشق. اه لو علبة زبادي على عصرة لمونة بتبقى كويسة جدا. اه كتعة جبن قريش. اه طبق السلطة. الحاجات الخاففة ديك. ونحاول ان احنا نتعاشى بدري. الناس اللي بتعاشى وتنام فلاش يا جماعة العدد هيت لانها تعلن عدد سيئة جدا. وهي اللي بتسبب الطفنة عندنا. تمام? فاحنا ان شاء الله هنعمل. ولو مشينا على الحاجات اللي احنا بنقولها ديك. قد حداك ان انت في اقل من اسبوع تنزيل الوزن كويس جدا. اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. ولو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش تحط لايك للفيديو وتشيروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة